على كل سعادة المربي الكبير المفكر الدكتور علي محمد فخرو المربيان الفاضلان الدكتور ناصر المسوي والاستاذ عبدالي الغسرة سيدات والسادة الحضور الكرام المحترمين الإخوة أعضاء نادي العروبة الصرح العريق الذي عودنا دائماً الاحتفاء بالمحطات المضيئة في سماء وطننا العربي الأكبر وفي أفق فضاءات الأفق الحضاري العلمي لوطننا الغالي مملكة البحرين الحبيبة السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أمسيتكم بكل خير مئة عام على التعليم النظامي صلحناها دكتور في البحرين حلقة حوارية واقع أنهي إطلال على إرهاصات البدايات ومراجعة في سيرورة التحولات واستشراف أفق الغايات لمآوية ثانية تطل على عوالم كونية سريعة التحولات وحادة المزالق والتعرجات مترعة بآمال شتى تنوء بثقل التحديات والمعوطات عودة إلى المقاربات الثلاث حتى لا نستهلك كثيراً من الوقت في استرجاع ما قد قيل ولن نضيف شيئاً جديداً إذا وقفنا عند تفاصيل ما قيل كما قيل في المقاربة الأولى لعل أبرز ما يمكن التوقف عنده في هذه المقاربة هي مقاربة البدايات الأولى للتعليم النظامي في البحرين يجب استحضار روح الريادة كعنوان أقصد بالريادة الريادة الزمنية والنوعية منذ العامين 1919 والعام الثاني هو عام 1928 وهتان محطتان ولاهما التعليم النظامي للذكور وسنة 1928 محطة التعليم النظامي للإناث وهتان المحطتان في هذين العامين وهي محطة واحدة أخذت أفقاً يقتصل إلى العقد أو عشر سنوات تقريباً وتسع سنوات ريادة على مستوى دائرة المحيط الإقليمي العربي الخليجي وتواصل مع الريادات العربية في دوائر محيط الوطن العربي الأكبر تعليماً وتخريجاً وبعثات تعليمية وابتعاث وموائمة لمتطلبات النهضة الاجتماعية والتنموية الاقتصادية على مدى عقود المأتعام في قرن التعليم والتنوير والتحديث الذي نحن بصدد الاحتفاء به ولا ننسى المبادرات الأهلية في هذا السياق في عمليات محو الأمية وتعليم الكبار التي اختصرها الدكتور بكل واعي الدكتور علي في فترة وزارته لن أنحاز كثيراً لأنه منحاز لها بالفعل لن نترك هذا الانحياز جانباً سماها بتعليم الكبار متطلعاً على أفق النمحو الأمية يجب أن نتجاوزها الهدف هو تعليم الكبار من من حرموا فرص التعليم أو من من تسربوا من التعليم النظامي وهنا أود أن أشير حقيقة بما ألهمنا فكر هذا الرجل تحولنا من تعليم الكبار أيضاً إلى أفق آخر هو التعليم المستمر أو التربية المستمرة للجميع هذه كانت أطروحتي للدكتورة وهي أول أطروحة كما أعلم الآن على مستوى حتى الوطن العربي حقيقة استشرف هذا الرجل أن التعليم النظامي بكيفياته المعتادة التقليدية وتعليم الكبار الذي يستوعب هؤلاء الذين يطردهم التعليم النظامي ويكرر لهم ويعيد إنتاج مناهج ليست مناهج حتى حقيقة إنما فيما بعد توضعنا على وضع وثائق لمناهج تعليم الكبار في مملكة البحرين لأول مرة حقيقة فأفق التعليم المستمر وهو عنوان الإدارة التي كنت أديرها قبل أن أتخرج يسمي تخرج قبل أن أتقعد تحولت الإدارة من إدارة تعليم الكبار إلى إدارة التعليم المستمر متضمنا برامج لخدمة المجتمع متنوعة وكثيرة تقدم الكثير من الآفاق التحضيرية التنويرية والتعليمية لست بصدد تعدادها الآن بالإضافة إلى الانفتاح على تعليم ثانوي مسائي وكان الطموح أكبر قبل أن أتقعد في أن ننفتح على بعض المبادرات التي قدمتها تمكين وقدمت لها في هذه القاعة قبل حوالي أربع وخمس سنوات يمكن الدكتورة غنية كانت هنا حول ما هي الآفاق التي يمكن أن نستفيد من مبادرة تمكين في دمجها في أفق التعليم المستمر حتى على المستوى الحرفي الذي يمس تدريب بعض أبنائنا بعض إخواننا على الحرف المهنية القديمة التراثية وتقديم أفق آخر غير الأفق المتعارف عليه عربياً في تنميط هذا التعليم فله الشكر على ذلك وأنا ملهم بتجربته المقاربة الثانية لامست واقع العملية التعليمية البحرينية مستعدة لوجستيات التعليم والكادر البشري الوطني ومنظومة المناهج إلى آخر ما ذكره الدكتور طبعاً في منظومة التأهيل تدرج أن كان هناك المعهد للمعلمين ثم يقسمه معهد الإناث ومعهد الذكور كلية البحرين الجامعية قبل أن تأسس جامعة البحرين التي احتضنت كلية التربية بجامعة البحرين والدكتور ناصر أحد أساتذتها المبرزين وعدنا الآن كلية إعداد المعلمين لا أدري كيف هادت هذه الإزدروات جاءت داخل جامعتنا الوطنية هي وفق آخر لا أعرف مسوّضات إن أول ما يمكن أن يميز تجربة مملكة البحرين في بناء منظومة المناهج الدراسية أن إدارة المناهج كانت قد أوكلت لها توليفة هي غريبة كما أبدى لنا بعض الأخوة من التربوين الوافدين ولكنها توليفة حقيقة جمعت في أفقها إعداد المناهج وفي الوقت ذاته واضع المنهج يجب أن يتحقق من أن هذا المنهج سوف يجد أفقه التنظيري قابليات هذا الأفق التنظيري لأن يتداول داخل المدرسة فبالتالي كان هذا الإختصاص المناهج بهذا المسمى كان موجها تربويا أو مشرفا تربويا فيما بعد بعدها فصلت بعد الألفين بعدما الدكتور ترك الوزار وفصلت المسألة وعاده تنظيم القديم الذي لم يجد شيئا في هذا الخطم كانت تجربة نظام معلم الفصل التي أشار لها الدكتور تجربة رائدة ناجحة بكل المقاييس لو بالفعل استمر هذا الزخم كما أراد له هذا الرجل بأفقه الوطني بأفقه القومي كانت بالفعل في كل منتداياتنا التي حضرناها هنا في البحرين استضفنا فيها بعض إخواننا في الخليج العربي أو في الدول العربية يشيدون بهذه التجربة ويشيدون بالاستعدادات الحقيقية واقعا التي أنجحت هذه التجربة وقدمتها إلى أفق الرياضة دكتور ناصر إشكالية الموائمة بين أفق التنظير في المناهج وتداوليات العملية التدريسية والعملية التعليمية التعليمية التقليدية أفضت إلى الكثير من المنزلقات أفضت إلى الكثير للأسف من الإخفاقات لأسباب قد تتعلق بنوع التدريب أحيانا وأسباب تتعلق بعدم استيعاب هذه المناهج بالقدر الذي يتمثل فيه المعلم ما يجب أن يكون عليه أداءه داخل الفضاء المدرسي نترك هذا وهي اشتالية كبيرة نتركه للأخواننا الحاضرين في أفق تجليات المستقبل دكتور علي دق جرس المستقبل الورقة التي كتبتها هنا لا نقرأ أولنا سعادة الدكتور علي على أن تسبقت روحاته الاستشرافية التربوية والفكرية والثقافية الكثير من بعض تفكيرنا البليد اسمحوا لي على هذا التعبير نحن بالفعل في هذه الليلة قد دق الدكتور علي فخرو بفكره النير الكثير دق جرس المستقبل بالكثير من الأمور التي سأستعرضها هنا فقط للتذكير لتكون مع ما طرح سابقا في الورقتين السابقتين مجالا أو محورا لتداولياتنا في مناقشات هذه الأمسية الجميلة بكم إن شاء الله المهم جدا الجانب الثقافي في إعداد المعلم حقيقة تمهين المعلم أخذ من حيث فهم خطأا من مكون هذا التمهين هو أن يكون المعلم ثقفا أن يكون رائدا يعني ليس حدود المعلم هذا الكتاب الذي يقرأه ولا حدود المنهج الذي فرض عليه أحيانا دون أن يبتدع في داخله مقاربات ويجترح أدوات تدريس ويجترح تقنيات تدريس تليقوا بمجتمع يطمحوا إلى أن يجعل أو يصنع من هؤلاء ومعذر على تعبير الصناعة الصناعة ليس بمعنى خلق هؤلاء الطلاب طلاب مفكرين قادرين على الانتقال وهي الأمور التي سنتداول ديمقراطية العلاقة في المؤسسة التربوية والتشاركية فيها هذا أحد أصدار هذا الجرس الذي قرعه الدكتور الاستقلالية الإدارية كلها محط أسئلة حقيقة في واقع نعيشه ونتشوف من خلاله إلى أن نحقق مستقبلا تربويا زاهرا على أرض هذا الوطن سأعود الأرقتي لتذكري شيء حقيقة في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي حفلت كل أدبياتنا التربوية على أرض مملكة البحرين الحبيبة بالكثير من المقولات والنقل المفاهيم مجتمع المعرفة هذا أحد الأمور التي كان الدكتور علي فخره يطرقها دائما من موقع ريادته الفكرية وموقع مسؤوليته الفكرية والثقافية المجتمع المتعلم يطرق عليهم للجميع توظيف تقنيات المعلومات إنتاج المعرفة وتداولها ونشرها كل هذه الأمور حقيقة عندما جاء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك كأنما كنا عطشة حقيقة وحاولنا أن ننشغل ونشتغل بأمور لم تكن في وارد ذهننا في يوم من الأيام ريض حافظنا عليها واستمرنا في قطف ثمار إنجازاتها بعيدا عن وفق التنظير في إدارة المناهج دخل عندنا شيء ما يسمى بدكتورة غنية موجودة زميلتنا مهارات الحياة كان عندنا منهج خاص بمهارات الحياة هذا المنهج موجود في الدول المتقدمة وحاولنا أن نقاربه من كل اختصاصي المواد التعليمية هو منهج بيني ما يسمى بمناهج البيدية أضاف إلينا هذا الأفق أيضا أفق المشروع الإصلاحي منهج التربية على الديمقراطية وحقوق الإنسان ولكنه ابتذل إلى تدريس التاريخ وإعادة تدريس التاريخ بشيء مبتذل لا يرقى إلى الوثيقة وهي عندي عدنا من قرر الخدمة الاجتماعية هذا وجد له بعض المصادق في مدارسنا وعدنا منهج للثقافة الشعبية أنا كنت منسق هذا المنهج حقيقة وجد له هذا المنهج وجد له أفقا عالميا وكذا مؤسسة عالمية في ألمانيا وغير ألمانيا أشادوا بهذه المقاربة للثقافة الشعبية مستحضرة في أفق استحضار القيمة وليس استحضار السرد القصصي أو السرد أي شيء من المعارف الأجداد لا إنما استحضار القيمة وتربية الإنسان من خلال منظومة قيمه الاجتماعية أعود ثانية للجرس الثاني ديمقراطية والعلاقات والمتشاركية الاستقلالية الإدارية المعلم وهو الركيزة التي أكد عليها الدكتور علي فخره منذ يعني في الثمانينات وفي التسعينات أنه أساس أو مدمك البناء الأول في أن يعلم وقال هذه الكلمة أن معلما رديئا قد يقتل يموت على يده هكذا تقريبا التعبير يموت على يده منهج وضاء أو منهج راق نسق التنظيم في نظام معلم الفصل للأسف تراجع كثيرا هذا النسخ وأخذ شكلية مقيتة ما كان يطمح الدكتور أن يرى أن هذا الموضوع سيصل إلى هذا الحد التحول من تلقين المعلومات إلى إنتاج المعرفة وهذا تكلمنا عنه نظام الساعات المعتمدة كثير خفف من إرهاقات كثيرة على عاتق الطالب وحتى المعلم نفسه والتعلم عن بعد وتوظيف تقنيات الاتصال المهم هنا محورية الطالب في العملية التربوية وهذا ما أكد عليه نظام معلم الفصل وكان يمكن أن يرتقي مع النظام الآخر في تطوير التعليم الثانوي إلى آخره لكنه أيضا مع حضور التلقين مع النظر إلى هذا الطالب بأنه وعاء يجب أن تفرغ فيه هذه المعلومات بعيدا عن أن ندربه على أن يتعاطى مع هذه المعلومات ليصنع منها معرفته الخاصة لتفاعل مع العالم بوعي فيها هذا قادنا إلى النموذج الإنساني الذي يطمح إليه الدكتور علي بناء إحساس داخلي عند الطالب بحريته وكرامته وأضفت أنا وحقه في أن حقيه في السؤال حقيه في الخطأ للأسف ما يجري في مدارسنا لا يفضي إلى مثل هذا الطموح لا يفضي إلى هذا الحق الإنساني حقيقة هو مش طموح يجب أن التعامل معك كحق إنساني ولقد كرمنا بني آدم كل هذا سينعكس فيما بعد على صفات المواطن المنظومة القيمية العقلية والقيمية والاجتماعية التي يجب أن نسعى إليها لبناء المواطن اليوم الذي سينتجع له مواطن الغد أيضا جئنا إلى المناهج وهذه آخر نقطة في هذه المداخلة طرح الدكتور علي كيف أن ندرس العلوم وكيف أن ندرس التاريخ أو وعي التاريخ والاشتغال على الوعي في اللغة العربية في ظل غربة اللغة العربية في أمة تسعى إلى أن تغترب حتى عن ذاتها وتهاجر إلى حيث تنهى كويتها وإلى حيث أن تجترح ذاتها وأن تقتل نفسها بنفسها على يد أبنائها بالعوامل التي ذكرها الدكتور علي إشكالية العلوم الإنسانية والاجتماعية في توقفه عند الفلسفة حقيقة كأداة للتحليل والتساؤل والفكر ترشيد استخدام تقنيات الحاسوب أصبح عندنا الحاسوب للأسف في المدارس يدرس الحاسوب للحاسوب ومنظومة القيم في تدريس الحاسوب غائبة تماماً عن عن الكفايات التي يجب أن تمنح لهذا الطالب في التعامل مع الحاسوب كأداة ووسيلة لأن يصل إلى المعارف والمهارات التي ينشدها بقى ضابط الامتحانات وترابط التقويم ليعكس الترابط بين التقويم والتعليم ليعكس التعليم والتعلم هذه إشكالية قائمة ما دام التلقين قائماً وما دام الإنسان الطالب عندنا هنا لا ينظر إليه كونه هو محور الأساس في العملية التعليمية التعلمية وعذراً على الإطالة وعذراً على التكرار إن حصل وعذراً على بعض التلك في الكلام لأنني بالفعل أمام هذه الطرحات الثلاث أنا دعيت دكتور أبو الشيما قال لي فقط مستقبل التعليم في البحرين فكنت سأشتغل على هذا الجانب الجانب الأخير لورقة دكتورنا ولكن سعدت أيضاً في أننا استحضرنا التاريخ ويجب أن نستحضر منه الريادة واستحضرنا الواقع ليضع أيدينا على الكثير من العثرات وعن غياب أفق التنظير عن أفق الممارسات التداولية وشكراً لكم دكتور علي على قرع هذا الجرس بما فيه من وجع من حاضر وتطلع بأمل إلى مستقبل زاهر لهذه الأمة نثق به جميعاً وسيكون رغم كل أعداء الأمة في الداخل والخارج شكراً جزيلاً شكراً لدكتور حسين على هذا التعقيب الجيد نترك المجال للمداخلات والأسئلة إذا كان هناك مداخلات أو أسئلة ودكتور غنية دكتور محمد يميك سجلت أول مداخلة تكون من دكتورة غنية فتفضل بسم الله الرحمن الرحيم ومسأل خير للجميع الشكر الجزيلاً إلى المحاضرين جميعاً أنا بس استغربت في البداية قبل أن أبدأ عندي سؤالين المنصة اختلت حتى من وجود امرأة يعني هاي شيء مستغرب الثلاثة المحاضرين الرجال المعاقب الرجل فما أدري ليش هل ما موجودة مرأة هاي بس النقطة شوي غريبة يعني النقطة الأولى اللي عندي الأستاذ عبدالعلي اتكلم في الخمسة عشر دقيقة كله عن الرجل أخذ يمكن نص دقائقاً أن المرأة التعليم النظامي للمرأة 1928 بينما الكل يعرف موضوع الكتاتيب أساساً كلنا درسنا أو ماذا أغلبنا درسنا في كتاتيب الكتاتيب نساء معضمهم فلو واحد كل واحد يستذكر أول مرة أخذوا إلى وين يتعلم راح يتعلم عند امرأة معضمهم مطوعة مطوعة أو المعلمة يعني والتاريخ مليان يعني حتى مدارس ما مدارس وكذا يعني لو لو بجي أبحث في شوي أكثر الدكتور ناصر الموسوي شكراً على الورقة أيضاً وأيضاً بعد الشكر موصول إلى الأستاذ عبدعلي ذكرت بأن الثلاث العمليات الرئيسية في عمليات التي بدأتها في المبنى وإلى آخرية إلى أن وصلتها إلى العملية التعليمية طبعاً المعلم هو القاعدة الأساسية يعني أنا لما أجيب مبنى وأجيب مناهج وأجيب كذا كذا لكن عندي معلم يمكن إن حطت معظم الأوراق اللي قدمت إن الإشكالية في المعلم شوي أني بوقف ويا المعلم إذا كان المعلم محطم فاقد الشيء لا يعطي فهو إحنا اللي عندنا المعلمين ومعظمهم محطمين فما يقدرون يعطون يعني معلم إحنا نطلب مننا يعلم الطالب على كيف أن يكون حراً في طرح كلامه في أسئلته إلى آخر لكن هو ما يحس بالحرية هو وقف وهو يرجع فشلون يقدم يقدم كل هذه المسلكيات إلى الطالب أنا من حسن حظي دخلت في التعليم يمكن وحظي إنني يعني مع وجود الدكتور علي فخرون أول ما بدأ دخلت يعني تعينت 81-82 كانت المدرسة تحسها خلية الكل يتحرك يعني إحنا دخلنا ما عندنا يعني درسنا أنا تخصص فيزيو بس ما درسة تربية لكن إحنا كنا اتحقنا إلى دبلوم تربية كلنا ودرنا تربية المدير يدرس دبلوم إدارة المدرس الأول لازم يدرس يكون مؤهل يدرس ماجستير مصادر التعلم ما عند أمين المكتبة لا راح مفروض يدرس المدارس الابتدائية وجد نظام الفصل يعني المدارس لما رحنا ندوم في دبلوم التربية شفنا مدرسين القدامة راعدين يتعلمون ويدرسون صدق كانوا متضايقين نحنا كبار وما قادرين نفهم هاي المناهج وإحنا ابتلينا وكذا حتى أنا كنت أسألهم يعني أقول لهم إذا أنتم ما تقدرون تدرسون قد مستقالتكم لأن إذا أنتم تريدون أنتم تدرسون وممؤهلين تدرسون هاي الأطفال يا تدرسون يا قد مستقالتكم عشان التلاميذ هذين يدرسون هم ناس مؤهلين للأسف سنة بعد سنة عقب خروج الدكتور علي فخرو تحس أن النظام التعليمي قاعد ينهار شوي شوي ضلت الأسماء موجودة يعني الاسم موجود إن في المدرسة وحدة تربوية أول ما بدا كان في المدرسة الانتخابات ونزلت ثمانة وعشرين أذكر وقتها ثمانة وعشرين اسم وفي تصويت وكذا وإلى آخره وفزنا مجموعة من المدرسات فازا وحتى هاي المجلس الإدارة موجود إنه خمسة من المعلمات مدير المدرسة موجود يعني نص إدارة ونص مدرسة والكل يشتغل حتى اختيار المدرس المتميز من هذه المجموعة قاعد يختارون الكل يقدم ملف وإلى آخره لكن لما أجي أقارنة بين قبل ثلاثين سنة واليوم لا ما عاد هذا الموجود أيضا اتأسست جمعيات للمدرسين وكنا نتناقش ونتحاور خارج المدرسة يعني أنا أول ما بدأت وتزوج حتى ساعات الرضا ما كنا ناخدها لكن تعال قارن قبل ثلاثين سنة وما يحدث اليوم ما موجود هذا الشيء هناك سبب أكيد ليس لأن المعلم هناك شيء أكبر من المعلم لكن لأننا لا نستطيع نتكلم عن ما أكبر من المعلم فنجود المعلم ونبدأ عليه بالصوت يعني إذا أنا أبغى أفكر فعلا ليش التعليم قاعد يصير فيه هذا الانحدار فيه شيء أكبر لازم أبتدي أقعد وأدرس الموضوع بشكل بطريقة أحللة وأحللة يعني من جميع الاتجاهات يعني حتى النظام معلم الفصل اللي أسمعه اليوم إن هذا بعد رح يختفي هذا فاشل وهذا نظامه زين وكذا وكذا يعني بتتفون عقب سنتين ثلاث ما موجود هذا النظام هذا كل السنوات اللي أحنا ما سألنا ليش هل قال عدد من المدرسين قدموا بس هذا السؤال هذا السؤال مطروح إلى الثلاثة المحاضرين ليش هل قال عدد من المدرسين قدموا تقاعد اختياري وش السبب والسؤال الثاني إذا التلاميذ من الصف أول وثاني وثالث أجب إليهم مدرسين وافدين إذا من المغرب إحنا الكبار ما نفهم اللهجة المغربية فشلون هذا بيدرس أطفال شكرا نعم تفضل صحيح بسم الله الرحمن الرحيم أقدم الشكر أولا للأخوة المحاضرين وأحيي الأخوة الحاضرين وأنا أستمع إلى سعادة الدكتور علي فخره أتذكر عندما تولى منصب الوزارة سمعت أنا وسمع الكثير من البحرينيين بأن الدكتور عكف على دراسة وضعية وزارة التربية والتعليم لمدة ستة شهور هكذا يقال ربما الخبر فيه صحة أو ليس فيه صحة يستطيع الدكتور أن ينفي أو يثبت ذلك ولكن سمعت كما سمع غيري وضع يده في هذه الفترة على نقاط هامة جدا جدا من أهمها تطوير المعلمين لتطوير العملية التعليمية ووضع نظام المقررات لتطوير العقلية الطلابية هذه أهم نقطتين ولكن هذا هذا المنهج الذي اتبعه الدكتور وفيه زوايا كثيرة استفز كثير من العقول الظلامية استفزهم استفزاز رهيب جدا في البلد فأخذوا يزحفون على وزارة التربية والتعليم ووضعوا أيديهم على المناهج أولا لأن المناهج هي أهم عنصر والتي استبدلوها بمناهج ظلامية هذه المناهج أصبح المدرس أسيرا لها ومجبرا عليها وأصبح التلميذ لا يفهم غيرها ولذلك نسمع الآن ونعي منذ عشرين عاما مخرجات التعليم من أسوأ المخرجات في تاريخ البلاد العربية هي مخرجات التربية والتعليم في البحرين بحيث أن الطالب إذا تخرج من الثانوية يقال له شبه أمي وإذا تخرج من الجامعة وتقدم إلى وظيفة في وزارة التربية والتعليم يمتحن هذه كارثة هذه كارثة على البلد أنا يعني بودي لو أن هذه مثل هالقضايا تثار لأن المناهج إذا بنيت على أخطاء أصبح المدرس أسيره لا لا يستفيد المجتمع من تطوير المعلم ما دام هو أسيرا لهذا المنهج ولا يستطيع الطالب أن يكون متحررا أو ديمقراطيا أو عقلية تناقش الخطأ والصواب ما دام ما دام هو أسيرا لهذه المنهجية أستطيع أن أقول ليست مناهج هي منهجية والمنهجية تعم الوطن بكاملة صغارا وكبارا نساء ورجالا شكرا لكم شكرا دكتور الكلمة الآن للأخ السادة عبد النبي السادة أبو منصور تفضل شكرا للمتحدثين الثلاثة والحقيقة أنا في مفارقة يعني أنه ما أتعام من التعليم النظامي وما في شي في البلد يعني لا وزارة متحركة لا حكومة يعني ما في شي وكأن حدث ليس ذي أهمية وهذا الحقيقة أنه أيضا أنا لما جيت للندو هذه طبعا مهتم فيها كنت أتوقع حضور كبير بس للأسف يعني كأنه أيضا يعني 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 كأنه الناس يعست من إصلاح وضع التعليم وغيره بعد العارض الذي قدم الآن يعني أدركت مدى الخسارة التي خسرتها البحرين بعدم إكمال دكتور علي فخر لمشروعه الذي جاء عن مشروع ورؤية لأنه يبدو خلق يعني دفع أو مثل ما ذكر استنفر القوات الظلامية بدأ هناك يخلق مدرس مبدع أو خلاق وطالب متسائل وهذا شكل خطورة ولذلك يعني جرى يعني التخلص من دكتور على الفخر أو ما أعرف إنهاء يعني إنهاء دوره في العملية التعليمية وطبعاً هو بعدين انتقل إلى باريس كسفير وكان قريب من موسكو الآن أجل صلب الموضوع على بعض الأشياء يعني في مشاهد تختزل وضع التعليم ليس فقط في البحرين في الوطن العربي ترتيب الجامعات العربية كلها خارج يعني بعد ألفين وش فوق يعني على سواء التصنيف اللي تتبع أتقد تايمز أو شيء مؤسسة تايمز جامعة البحرين ألفين وخمسمائة أعتقد جامعة البحرين رسمية ها لا لا هذا الكلام هذا يمكن ما خلوه شاله الأصفار يعني لكن وجامعة اللي بعدها جامعة الخليج أيضا ألفين وسبعمائة وأول بعدين أفضل جامعة أهلية الجامعة الأهلية ألفين وسبعمائة وشوي فهذا يدرك وبعدين يجي فعلا وجوه يقولون لنا جامعة فهذا مشهد يراويك أننا نحن خارج جطار التصنيف يعني خارج هذا هذا مؤشر مؤشرات الوضع التدهور ليس فقط في البحرين التدهور في التعليم العربي كله المشهل الآخر اللي يعكس يعني كيف نظرة الدنيا أو ما مدرسة المشاغبين كيف كانت تقدم ما يجري في المدرسة والشعب العربي يتابع مهبوس يمكن أكثر يعني مسرحية تابعها ملايين وأجيال والأجيال وهي تستمتع بسادية شديدة مفرطة بالوضع المأساوي اللي نحن فيه القضية الثالثة من الوقت لآخر يمكن تطرع لأنها مشاهد بما يجري في المدارس ضرب مباشئ يؤدي للموت أحيانا المدرس يضرب طالب نحن خارج يعني الآن يمكن الناس سمعت أنه بلد مثل فلا عندها منافط عندها لا يغتفي الأولى في العالم ونحن كم ماذا نضيف للعالم لا نضيف شيء يعني أنت تشوف الاختراعات الإبداعات الكتب يعني بلد مثل بلد صغير مثل المجر أفضل منه في الإبداء الفكري في المختراعات في حتى عدد الكتب اللي يطبعونها المجر سبعة مليون تطبع كتب أكثر من الوطن العربي فالحقيقة الرؤية التي طرحها يعني أولا عندي يمكن دكتور ناصر عرض بعض ثلاثة العناصر ما من مباني نحن عنا شوف أنت المباني يعني هذه ليس مباني يعني قرن العشرين السبورة الإلكترونية ما في عندنا للآن كله ورق ورق حتى أن الطلب قالت مشكلة أن ثقل الكتب والذي يشيلونها يعني مع التقدير إلى الإخلاص الناس وغير وغير ولكن نحن متخلفين في كل في كل المجالات بالنسبة للدكتور علي فخرو أنت طرح طبعا رؤية لكن هذه الرؤية أين ممكن تتحقق؟ هل ممكن تتحقق في مجتمعنا الحالي في نظامنا الحالي في على سواء بحرين أو غيرها أنت الجهل هو السائد الذي تنتج لك دكاترة وأطباء ومهندسين من كوادر داعش فماذا يعني هذا هو الففة الصام والاختراعات التي تتم اختراعات تدميرية يعني عندما يقول لك الطائرة بدون طيار أو طائرة ما يسمونها مسيرة لدخل العرب يسيروها لقصف القنابل أو يعني شيء لم نسمع أنها تستخدمة في الزراعة أو في النجدة فأنت تتكلم عن فعلا وضع هو يجب أن يكون هكذا لكن في ضل وضع العربي هناك ترابط بين تعليم مبدأ منتج في منتج في الديمقراطية وبين المجتمع والدولة بدونها هذا ثنين مجتمع كيف صارت تقدمت هذه البلدان كيف لماذا الخمسمائة أفضل جامعات فيها في بلدان ديمقراطية وليست في أي نظام استبدالي الفنلندا مثلا لماذا هي متقدمة لأن عندهم أكثر من نصف مجلس النواء البرلمان ما لهم نساء ومو نساء بس عدد نساء متعلمات ورئيسة الجمهورية المرأة هذا السبق في أريكسون هما أيضا من الموبايلات يعني مجتمع متعلم فهذا مرتبط بهذا هل نبكي على وضعنا أنا أعتقد هذا يحفز إلى أن فعلا في أننا متخلفين في في كل النواحي ومتخلفين في التعليم ومقموعين في التعليم ومستبدين في التعليم ولا أدرك شكرا أخي عبد النبي شكرا بديك العافية الدكتور فيصل الشارك مساء الخير شكرا للمتحاضرين للمحاضرين الثلاثة عندي سؤال إلى الدكتور ناصر دكتور ناصر أنت طرحت موضوع المناهج والمقررات صحيح أو لا صحيح فرق بين المناهج والمقررات هل نعرف ونحن بالتربية المناهجية الغايات والوسائل والشغلات كلها جاي بس ما تعتقد أنه عدم تطبيق هذه الأهداف أو صعوبة تطبيق نتيجة لوجود مقررات متشابهة بمعنى أنه المدارس المدارس في موادها تستخدم مقررات إلى الكل بمعنى أنه الامتحانات تكون ضمن هذا المقرر يعني ما في حرية من نسبة إلى كل مدرسة أو كل منطقة تعليمية أن تختار المقررات التي تريتها مثل ما موجود في أوروبا موجود في هذا يعني بمعنى أنه لما مدرسة أو الوزارة التربية والتعليم تصر على تطبيق هذا المقرر أو تزيل جزء منه صح ولا لا كل المدارس تأخذ هذا يعيق بشكل أو بآخر يعيق قضية تطبيق الأهداف التعليمية وهذه مشكلة كانت تتواجهها لما كنا نروح المدارس ولما نشوف يعني نتابع طلابنا أو المتدربين عندنا في المدارس نشوف إشكالية بين تطبيق الأهداف وبين ما هو موجود بالمقررات هذا جانب الجانب الثاني عندي لدكتور علي فخر علي فخر يعني بلا شك الشغلات التي طرحها نموذجية وأنا لا أعتقد أنه تطبق في مجتمع مثل مجتمعنا يعني هذه في الدول الأوروبية في الدول الأوروبية المتقدمة بس أريد أقول شغلة أول ما أنا درست بالجامعة درست نظام معلم الفصل وكان الكل دائما دائما في كل حصصي يجي يعني يشكرون الدكتور علي فخره على برنامج معلم الفصل هذا اللي نقلهم نقلة نوعية وهذا صحي بعضهم في بداية الأمور يمكن تطور علي فخره لاحظها أنه كانت في ردة كان في امتناع حتى ناس تهموا واحد يقول لي هذا علي فخره هذا يريد يخرب البلد يخرب بعدين بالأخير بالأخير قالوا صحيح أنه استطعنا أن نتعامل مع حتى عائلتنا ومع أولادنا نتيجة لهالبرنامج درسوا علم النفس درسوا مواد قبل ما كانوا يستوعبوها ولا كانوا يفهموها شغلة أخرى بالنسبة للدكتور علي فخر وعندي شغلة سلبية نظام ترجمة نانسي قنقر